الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أقرت سلطات العدو الإسرائيلي اليوم بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية كجزء من خطة استيطانية ضخمة في أربعة وأربعين مستوطنة سيتم ضمنها بناء ست ألاف وحدة استيطانية استمرارا للتسعيد الصهيوني المستمر في الأراضي المحتلة قالت وسائل إعلام فلسطينية إن حكومة الكيان الصهيوني وافقت على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي مدينة القدس المحتلة وشرت الصحف الفلسطينية إلى أنه تم توقيع عقود لبناء ثلاثمائة وحدة استيطانية في مستوطنة راموت وسبعمائة وسبعة وتسعين أخرى لتعرض للبيع في مستوطنة جيلو قرب بيت لحم وهما مستوطنتان مقامتان على أراضي القدس الشرقية من جانبها اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن عزم الاحتلال بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة طعنة في خاسرة الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني وقالت الهيئة إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ليس استيطانا بالمعنى السكاني وإنما هو استيطان قائم على أساس إحلالي ومؤكدة أن جميع دول العالم تعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفق لقواهد القانون الدولي الإنساني سياسيا قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية صائب عريقات إن قرارات الحكومة الإسرائيلية طرح مئات المستوطنات تدمير فعلي ورسمي لجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيريا الرامية إلى انعقاد مفاوضات مباشرة بين الجانبين في أقرب وقت ممكن وأضف عريقات خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون أنه بجانب التوسع الاستيطاني المستمر والممنهج تمارس الحكومة الإسرائيلية عملية تطهير عرقي في القدس الشرقية بعد أن شردت خلال عشرة أيام 77 مواطن مقدسي بعد هدم تسعة منازل وقيام مجموعات من المستوطنين باعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر حكومة من المستوطنين وإلى المستوطنين وبالمستوطنين وأن كل ما تقوم به يعتبر بمثابة استراتيجية لتمس الهوية العربية في القدس المحتلة وعلى سعيد المصالحة الفلسطينية بدأ في مبنى المخابرات العامة المصرية القاهرة اليوم اجتماع مغلق لممثلين عن حركة فتح وحماس تنفيذ الاتفاق المصالحة الأخير وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الاجتماعات الأولى ستعقد للجنتي الحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركتهما ومسؤولين من المخابرات العامة المصرية في حين قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إنه يجب الإسراع في تنفيذ بنود المصالحة بين حركتين فتح وحماس تمهيدا لتشكيل حكومة التوافق الوطني وتحديد موعد للانتخابات